بس الحقيقة ما ينفعش يبقى النهاردة برنامج الابطال وما تكلمش عن كرة السلة وطبعا اللي حصل امبارح خلينا استعرض مع حضراتكم بعض الامور المهمة ومعليش انا عايز حضراتكم تركزوا معايا عشان يعني زي ما بيقولوا لازم الحقيقة ولازم كل حاجات بان النادي الاهلي امبارح بيلعب من غير محترف وما ادراك ما المحترف في كرة السلة هتقول لي يا كابتن طب ازاي طب ما هو ان احنا النادي الاهلي صح النادي الاهلي بمن حضر وبدليل اللي حصل امبارح ان احنا الاقرب وقت لولا التحكيم وانا بقول لولا التحكيم كان ممكن يكون فيه كلام تاني خالص وهقول لي التحكيم بس خلينا اقول المحترفين امبارح كان فيه مطشين الزمالك والجزيرة في نصف النهائي والاهلي والاتحاد في النصف التاني وكان دي قبل دي محترف الزمالك والتر هوج اللعب المحترف حط تسعة وتلاتين نقطة من اصل كام من اصل خمسة وتمانين نقطة سجلها النادي الزمالك طب لو اسمنا ده على ده هنجيب بالنسبة المقاوية كام خمسة واربعين في المية من قوته الهجومية النادي الزمالك كانت في المحترف وولتر هوج تاني تسعة وتلاتين نقطة من خمسة وتمانين بوند يعني خمسة واربعين في المية من قوتك الهجومية في المحترف طب شيل المحترف شيل المحترف اكيد هينزل مكان ولعب مصر وعمر ويحط تسعة وتلاتين بوند طيب نادي الجزيرة جيمس اللعب المحترف حط خمسة وعشرين نقطة من اصل كام؟ من اصل تلاتة وتمانين نقطة سجلهم نادي الجزيرة ودي الاحصائيات قدامكم احنا بنتكلم بالارقام تمام؟ خمسة وعشرين نقطة جيمس محترف الجزيرة حطوه من اصل تلاتين نقطة يعني تلاتين في المية من قوت نادي الجزيرة امبارح الهجومية من قوته الهجومية وما ادراك ما الدفاعية كمان انا هتكلم بس على الهجومية اللي الحقيقة هي مشكلة او اللغز بتاعنا امبارح تلاتين في المية من سكور او القوة الهجومية لنادي الجزيرة انادي الجزيرة حطها المحترف جيمس طيب هنروح ليه محترف الاتحاد سكندري اللي لعبه صدنة مش هتكلم عن المباراة الأولانية هتكلم عن المباراة بتاعة مباراة 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 حارس حتى 14 نقطة من أصل 71 نقطة بيعني 20% من قوة قوة للتحاد 20% من قوة للتحاد أو نادي الاتحاد السكندري كانت الهجومية في هارس اللعب الأمريكي المحترف في سفوف الاتحاد طيب النادي أهل مباراة بيلعب من غير محترف يعني على الأقل لو خدنا أقل النسب المئوية في المحترفين الموجودين هنقول 20-25% يعني هتحط زيادة حوالي 15 نقطة انت خسرين مباراة 6 نقاط فإذا أنا ما بجيبش عذار آه اللعيبة ما كانتش موفقة ما كناش في أحسن حالتنا مباراة الماتش مباراة ما كناش في أحسن حالتنا والماتش الأولاني برضو ما كناش في أحسن حالتنا ولكن فرق بتلعب بدون محترف قدام فرق بتعتمد اعتماد كل وجزء على المحترف في أنه هو يهدف ويساعد فرقته التانية لا أنت بتقل كتير من قوتك الهجومية في الوقت اللي تميز فيه نادي الأهلي في مباراة مباراة دفاعية ولولا التحكيم طب لي أنت بتقول التحكيم هيس ما نقول لحضركم فيه كرة مفصلية كرة مفصلية في المباراة طبعا إحنا مش هنقدر نجيب طبعا فيديوهات لأن في حقوق وإحنا بنحترم الحقوق ولكن النتيجة كانت تلاتة وستين تلاتة وستين تلاتة وستين واحد وستين على ما أتذكر يعني أنا مش فاكر لسكورب الزبط قوي فاول على يوسف سوشا كان راح يهاجم اتقطعت منه الكرة كنا رايحين تلاتة على واحد النادي الأهلي كان رايح تلاتة على واحد وده طبيعي جدا لعب اتقطع منه الكرة بيعمل فاول غزبا عنه عشان واقف الكرة أي فاول مقصود بيه تعطيل الكرة عشان ما تروحش هجمة ده فاول متعمد بدليل أنا والله لو أدر أجيب لكم الفيديو أجيب لكم الحكام صفروا في الأول أنه هو فاول متعمد يعني رميتين واستحواز كانوا ممكن يفرقوا مع النادي الأهلي أربع نقاط واستبعاد لشوشا أحد أهم اللاعبين اللي كان ليهم دور ده أو يعني دور كبير جدا في الآخر 10 دقايق وده كان الفاول المتعمد التاني أو الخطأ التكنيش كان الفاول التاني هيستبعد من المباراة هيستبعد من المباراة وقد يؤثر على مشاركتهم في المباراة القادمة أنت كده عملتني أنت كده حرمتني طب يا سيدي أنا مش معترض إن أنا مش فاول حالاتي بس الديني حقي الديني حقي قول يا جماعة أنا مش طالب حاجة الحكم صفر فاول متعمد وراح للآي آر إس اللي هو الفار كأنه في كورة القدر أولا الفار ده روحه لما كون شاكك أنا استغربت مبارح كل اللي في الملعب وكل اللي شاهده وكل جمهور النادي الأهلي استغرب إنه الحكم راح للآي آر إس أنا روح لما يكون عندي شاك الكرة واضحة للقاسي واداني كرة على حلقة أوت سايد داس على اللاين ولا ما داس كرة بتلاتة ولا اتنين أنا شاكك إنما المباراة كرة كل اللي في الملعب والقاسي واداني قالك الفاول ده فاول متعمد كان قابليه مصفر على النادي الأهلي واحد زيه يروح للفار أنا قلت وانا يعني وانا بتفرج على المطش قلت مية في المية هيأكد إن ده فاول متعمد لأنه هو ما فيهش زار ما هي هي واضحة صفرها إنها فاول عادي حرم النادي الأهلي من رميتين واستحواز وحرم النادي الأهلي من استبعاد لعب مهم زي يوسف شوشا مباراة أنا ما عنديش مشكلة ولكن الديني حقي إحنا ما بنقولش إن التحكيم يعني وبنهاجم التحكيم كرة بتضيع المجهود يعني مباراة أنا لو كنت كسبت القدر اللي هو ما شاء فعل بس لو كنت كسبت مباراة مباراة كنت واحد واحد ونتكلم المباراة القادمة خاصة إن المباراة أو المباراة النادي الأهلي سنة يعني المباراة بعد المباراة بيتحسن الأداء مع الجهاز الفني الجديد دا كان كلامنا عن كرة السلة خليط لفاصل بقى عشان نستقبل طبعا نجماتنا وبطلاتنا وبطلات الزهب وبطلات الكرة الطائرة للسيدات ولكن بعد الفاصل